كثير من المسؤولين الأمريكان أكدوا أنهم لن يتوقفوا عن الضربات ضد الفصائل المسلحة العراقية وآخر هذه التصريحات كانت تصريح مستشار الأمن القوم الأمريكي سوليفان أول أمس بأن الضربات الأمريكية ستستمر ضد الفصائل المسلحة العراقية التي تهدد المصالح الأمريكية هذا ما يعني أن هناك ستراتيجية أمريكية لتعقب هذه الفصائل ولكن الغريب هذه المرة هو كتائب حزب الله التي استهدف هذا اليوم قياديان منها هي الفصيل الوحيد الذي قال سنوقف العمليات ضد القوات الأمريكية وقواعدها في العراق أو في سوريا هذه مسألة المسألة الثانية عملية الاستهداف في شارع عام في وقت مزدحم في سوق عام وشعبي والجميع يعرف هذه المنطقة بقنابل دقيقة وواضح أنها من طائرة مسيرة كانت تتعقب سيارة القياديين في كتائب حزب الله هذا ما يعني أن المجال سينفتح على احتمالات خطيرة هذه المرة بكل تأكيد عندما يتم استهداف كتائب حزب الله ستقوم هذه الكتائب بالتراجع عن موقفها السابق بوقف العمليات وستحاول أن تقول أنها ستأخذ بثأر قتلها الجانب الآخر هناك مفاوضات كانت تجري في بغداد حول احتمالات أن تكون هناك جداول لانسحاب القوات الأمريكية من العراق الأسبوع الماضي كانت هذه المباحثة اشتركوا في القناة